موسيقى موسيقى أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحكب السياسي موسيقى بين الشغور والفراغ الرئاسي وخطر الوجود السوري وموجات اللجوء الجديدة يلي عم تمرجح البلد يمينا وشمانا فيها حالات التعطيل والمراوغة مريف الملف الرئاسي بظل فشل كل المبادرات الداخلية وإخرى الحوار يلي أطلقوا الرئيس نبيه بره وترنحت الحركة الخارجية من الفرنسية مرورا باللجنة الخميسية وصولا للحركة القطرية ويبدو أن الانقسام صار سيد الموقف هذه فترة بين الحلفاء قبل الخصوم وانتقلت عدوه للدول الخارجية وموقفها باتجاه الملف اللبناني أما بما يتعلق بكمبلة الوجود السوري ضق وزير الخارجية وزير عفو الداخلية بسام المولوي نقوس الخطر وقال بكل صراحة ووضوح بلدنا مش للبيع وطلب من البلاديات تقديم تقرير دوري إلى كل 15 يوم بالأمور المتعلقة بالوجود السوري اليوم رح نحكي بكل هذه المواضيع مع نائبة رئيس الحزب التقدم الاشتراكي الدكتورة حبوبة عون صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح النور شكرا لألكم أهلا وسهلا وكمان من باركلك لوصل إلى فترة من باركلك عن جديد شكرا فوزك بهذا المنصب من بعد الانتخابات الأخيرة دكتورة حبوبة يعني بداية من بعد حوالي 11 شهر عن الشهور الرئاسي وتخطي الخطابات السياسية بالبلد والمواقف السياسية كل المنطق اللي بيحكم إذا بدك السياسة بالبلد يعني عم نشوف قصاص غريبة عجيبة بالبلد عم بتصير السؤال اللي حضرتك اليوم نحنا بأي أزمة هل نحنا بأزمة وجودية كما البعض بيعبر عنها هل نحنا بأزمة عادية أزمة الأس الجمهورية فقط أم نوع من أزمة أخرى يوم مين بتشوفي كيف بتشوف الوضع البلد للأسف للوضع كتير يلي نحنا عم نعيشه سيء والسؤال حضرتك سألت سؤال وجودي لبنان إلى أين ولبنان أين بكل هيدا التخبط يلي نحنا عم نعيشه يعني الأزمة وجودية يعني نحنا عم نعاني وكل مرة إذا من رائب من وقت ما تكون لبنان وتأسس ولا مرة كانت إلا ما بينقيل في طبخة قدت له وصول رئيس جمهورية ورئيس الحكومة وكل هالقصص يلي بترافق كل الأرارات والاستحاقات الأساسية بالبلد لبنان موجود لبنان عنده كيان وعنده حدود كلنا منعرفة وكمان بالجغرافيا والتاريخ موجودة بس لاي نحنا ما نندلنا نتخانق عليها وعلى المكونات هل نحنا غير قادرين هل نحنا على طول لازم ننطر حدا من بره يجي إلنا طاوية جماعة عملوا هيك لاي نحنا مش قادرين كل هالعصور يلي ما رأيت ما تعلمنا الدرس ما شفنا إنه نحنا إذا ما حكينا مع بعضنا ما منحافظ على وطننا وعلى حلنا وهون المسئولية لأنك حضرتك سألت سؤال عن جد وجودة هون المسئولية على الدولة بكل مكوناتها وأهم مكونات فيها في الشعب هي فيها الشعب وهي فيها من يحكم أو يحاول أن يحكم فنحنا من الميلتين عنا دور إنه نعمل بلدنا بلد من الميلتين عنا دور إنه نحط رؤية وحدة لحتى ننهض من هالقصص يلي نحنا فيها ويلي إذا جينا عم ندرسها طيب إنه نحنا عشو مختلفين عوجود لبنان ما بيعتقد في حدا مننا نحنا كمواطن وكدولة عنده أي شك إنه لبنان عنده وجود وعنده حدود وعنده سيادي بس في سؤال بيطرح وريد بيك إلى أين؟ هيدا يمكن سؤال يلي بعضنا اليوم ما في عنده جواب لأنه نحنا مش عم نبادر إنه نحكي مع بعضنا ونتفق وكتير هين إنه نحنا داخليا نحكي مع بعضنا ونتفق نحنا ما تعلمنا إنه لحديتها لأ من كل يلي عم بيصير ومن كل يلي عم نشوفه حتى من المواقف الخارجية واللجنة الخماسية والمفادين يلي هني عم بيوجوا ويروحوا ما شفنا نحنا قديش صرنا نحنا ما لازم نتكل على حالنا ما عقولي نحنا ما قدرنا نجتمع ونتفق لبنان محكوم بالتوافق فيها شو هي اللي عم يمنع هيدا اللقاء بين الأطرار؟ هيدا نحنا هل بعدنا لحن نرد على هيدا السؤال هل بعدنا منسأل ما هو لبنان ومن هو لبنان وما هي هوية لبنان؟ وما هو ومن هو؟ هيدا السؤال الأساسي الماء هو نحنا وين موجودين على المساحة ومن نحنا الهوية المعنوية يلي تحكم وجودنا ونحنا بلد رسالة يعني بعد فيه خلافة على الموقع وعلى الدور لأنه بيجوا بيقولوا أنه بيجي هوكشتاين حتى يعمل تحديد الحدود البري من بعد ما يعمل حدود البحرية مع كل الأدوار مع كل الثروات يلي عنا لأنه السؤول الوجودي عن الهوية كمان من هم الناس يلي قاعدينوا وليش عنا إذا بدك تقول استقبال هالقد كبير لكل الأعداد من الناس يلي عم بيجوا لبنان بيحب الإنسان وكأنه بلد رجوع يعني بيج أيوة فنحنا لازم نكون أكتر حريصين على بلدنا ومكونات بلدنا والبدعة يلي كمان لأنك حضرتك كمان برجع بكرر سألت هيدا السؤال الوجودي أنه التعايش والعيش المشترك وهو كلهم ما لبنان كان موجود بكل ناسه بكل أطيافه بكل طواقفه ليش هلأ نحنا بدنا ندخل هذا المفهوم كان محكوم ولأ كان محكوم بس نحنا كشعب عم نحاول نكون موجودين عم نحاول إذا منشوف كمان التطور التاريخ لو ما كان فيه تدخلات ما كنا نحنا صرنا لهيدا المرحلة بس نحنا كمواطنين ومسئلية حتى بالمنطقة طبعا مثلا رغم العسبيلية ورغم كل اللقاء فإذا أين نحن من أنه نتعلم أنه كل الدروس يلي صارت معنا من كل العهود يلي مرأت علينا ما تعلمنا أنه نحنا يلي لازم نحكي مع بعضنا نحنا يلي لازم نحكي لحتى نوحد موقفنا من رؤيتنا لبلدنا طيب بدأس هك سؤال بكل صراحة هيدا السؤال الوجودي اليوم مين بعد عنده هاجس كل هيدا الأمور اللي طرحناها ما هو ومن وإلى أين وكل هيدا الأسئلة غير اليوم فريق أساسي بالبلد عنده طابع طائفة بامتياز يحمل السلاح بظل كل الانتقادات لإله ومرتبط بطريقة كتير وثيقة ومعلنة بجهات خارجية مين عنده هيدا الهاجس غير هيدا الفريق عم بحكي وأقصد حزب الله يعني اليوم لو لا اليوم تصرف حزب الله كنا نحنا وعين بهذه المشكلة يعني اليوم بتلاقي اليوم معلش مضطر باعتزر سلف من المستمعين والمشاهدين بتلاقي هيدا المشكل عند الأكثرية المسيحية عند الأكثرية الدرزية عند الأكثرية السنية ولا بس هي موجودة اليوم لدى الطائفة بأكثرية الشعية حضرتك عددت كل مكونات ومقونات وجود لبنان المجتمعات التاريخية اللي بتراقي هذا كعضة التاريخية اللي نحنا عايشين فيه نحنا وصلنا قدام واقع انه في عنا مجموعات مش قابلة انها تجي وتحكي بصريح العبارة مع بعضا وإذا انت داعيت لحوار بدكن تعونت حوار على فكرتنا مش هيدا هو الموضوع هذا اللي عم بطالب فيه حساب الله وهيدا يلي نحنا عم نشوفه نحنا علينا انه كل واحد منا لانه وصلنا انت بهيدا الواقع يعني احنا ما فينا بقى نرجع لورا صح؟ عم نتطلع ونفند هلأ المشكلة الحالية يلي نحنا عم نعيشها بالأطراف يلي حضرتك عددتن طيب إذا أنا بقيت هون عم بحكي عن تجمع الشيعي مع السلاح مع تجمع مسيحي مع تجمع درزي كيف أنا بفوت بعمل بلد؟ كيف بجمع بعض؟ كل حدا مننا لازم يحط مصلحة لبنان أولا ونقعد على طاولة مستديرة ونحكي إذا ما تراجعنا شوي عن التمسك بأفكار نحنا ما بنعرف ما هي انت بتاخد موقف وبتتخطى فيه هل هناك ما وراء هذا الموقف؟ بس هلأ حضرتك قد أنت وليد بيك جنبلات هلأ بحديثك وقت اللي قلتيه لأنه كل واحد يدعي للحوار بفكرته ويطبق فكرته لا أبدا أنا عم بحكي وقت اللي نحنا ما نعمل الحوار لازم كلنا نتخلى شوي عن أنانيتنا ونجي ونجتمع وهيدا الحديث قبل التخلي ما بيجوز لكين الحوار صحيح؟ لا لا ما هو يعشو الحوار إذا أنا بقيت قلت لك أنا بدي حورك أنك إنك تجي تهي معي على هيدا الملف طب أنه أنا يعني أنت بخصبا عنك بدك تجي معي وإلا أنا ناخده نعطي مين اليوم اللي عم بيعطي الحوار لكين؟ في مبادئ للحوار وأنا بعتقد أنه وليد جنبلاطو كل نواب اللقاء الديمقراطي كانوا عم بيحكوا فيها ويشددوا عليها أنه كلنا علينا مسئولية أنه نكون لينين أكتر كلنا وقت اللي منقول كلنا يعني حتى الجهة اللي عم تدعي للحوار يعني حتى حزب الله والرئيس بره طالما ما عم بقدموا شي حزب الله والرئيس بره بموضوع الحوار ليش اليوم عم بتحملوا باقية الأفريقاء أنه الحل ما عم بيجي بقى بالبلد لأنه في ناس متشبصة برأي وما بدأ الحوار نحنا عم نحاول عقد ما فينا نحنا من دعاة الحوار وإذا برجع بعيد إذا بتشوف أنت كل المواقف العلنية ومش العلنية لنواب الحزب وللقاء الديمقراطي على طول بتقول أنه نحنا إذا ما قعدنا وتحورنا لبنان ما فيك تفرد على شي لبنان يقوم على التوافق بين جميع أبنائه ونحنا عندنا مكونات لازم بقى يقتنعوا أنه الهدف الأول هو لبنان المشكلة الأساس هل نحنا عم نتخط عم نتغطى ورا هيدا الموضوع بقصص أكبر عم تحاك وهون بترجع أنت للسؤال الوجودي عن النزوح وليش هل أدي الأعداد عن الثروة ومن يحكمها وماذا لا يستفيد الشعب ليش على طول بده يجي حدا من بره يخطلنا له فوطينا بالاشتراكية هلا الاشتراكية بتكون شغلي كتير حلمي بالمقوم والتطوير دكتورة حبوبة عون نائبة رئيس الحزب التقضاء والاشتراكي كلام وليد بيك وقت اللي بيقول رئيس مجلس نواب نبيه بره بذل أقصى جهده لأطلاق حوار رئاسي يفتح أبوى بقصر بعبد الموسدة لكن الشروط المستحيلة للكوات لبنانية والطيار وطيار الحر عطلت مبادرته وأجهدت فرصة الحوار ليش عم بحمل اليوم وليد بيك هيدول الفريقين بالوقت يلي الرئيس بري متراجع فشخة لورا بموضوع ترشيحه لسليمين فرنجيي وملاف الرئاسي ببرمته يعني الرئيس بري بعتقد أنه هو دعا أكتر من مرة للحوار ورئيس بري كمان هو طرف بمحل ما مقدم طرحه بترشيح سليمين لرئيس الجمهورية والمكون المسيحي يلي هو رئيس الجمهورية المسيحي يلي نحنا عم نشتغل عليه كمان لازم يكون من ميلته لما هو بدو يحافظ على هذه المواقع للأسف نحنا بلد شو نحنا بلد تتقصم في الرئاسات على الطواقف يحافظ على المواقع يسمع على الفريق يلي يعني بالمواقع فإذن إذا نحنا هل قدي حريصين وأنا ضد الطائفية أنا مع أنه يكون في عنا الكفوق يحكم أين مكان وفي أي موقع ولكن نحنا هلأ بهذا السراعي اللي نحنا عم نعيشه كيف نحنا بدنا نقدر نقدم شغله عندي مواقع مسيحية عم تفضع على أكتر من محل صحيح مظبوط من المسؤول على أنه يبادر للحفاظ من المسؤول على أنه يبادر للحفاظ أنه أنت بتفرض شروطك وعامل الوقت بيجبر أو بيلزم أو بيحشر بعتذر على التعبير بيحشر الفريق الآخر بالزاوية أنه خيّي أنت هيدا موقعك لألك هيدا مكانتك لألك أنت مضطر تجي تحكي معي أنا مرتاح بمطرح مع أنا بجوز هيدا الحديث هذا لا يجوز أبدا أكيد مش هيدا هو يعني بتم انتخاب رئيس مجلس نواب للطائفة الشعية بظرف يعني ما بده تفاهم حتى رئيس حكومة بيصير في عليها شوية أكترية الحكم الديموقراطية بيجع بيقدي إلى تكليفه وتسميته ما في إلا هذا المنصب الكل بده يعطله والكل بده يمشي مثل ما هو بده كلمة هيك إذا نحنا ونحنا عم نتعلم الدروس مش أول مرة نحنا نقع في هذا المأزق صح؟ صحيح هل تعلمنا من المحطات السابقة أنه نحنا إذا يعني تشددنا بمواقفنا وما أقبلنا أنه نحاور ونفتح نافذة لتطريط الموقف حيضل عنا فرد علينا للرئيس أو حيضل عنا فرد علينا لهالواقع يلي نحنا بدنا إياه إذا نحنا استنفذنا متل ما بيقولوا طاقات التواصل شو هو الباب؟ أنه أنا بدني أدعب قول أنا هوني ما بتسأله وبعد عن الفريق الآخر يا خيط سألتوا حالكم في نية أنه في البعض ما يوصل إلى باب؟ إذا نحنا شايفين هل قدي في تسكير وبرجع أنا بيسأل السؤال الأهم لاي لاي هل قدي نحنا عم نشتغل تكون في تسكير؟ هل قدي بطل الموقع أو القرار لبناني؟ ننتظر فقط الإملاقات الخارجية ويجي لعنا الموفاد القطري يستطلع رأينا ويحاول يخفف من التشكير من المعارقة الأخريمية أو دولية؟ فإذا نحنا لازم نكون نتعلمنا الدرس وقدرنا نسمع لبعضنا أكتر إذا فيه تمسك بمرشح من هو المرشح يلي نحنا متماسكين فيه؟ طيب نحن نروح نحق ونتفق طيب بس أبدا بانتظار الإملاقات الخارجية لأنه نحن نشتغل أنه فيه موفاد رايح موفاد جاية وبعدنا نطري أنا لا أدري من يحكم خلينا نحكي خلينا نحكي بالأداء الداخلي أنا معيك ولكن خلينا نحكي بالأداء الداخلي يوم بالأداء الداخلي فيه ثلاث أفريقاء فيه فريق تنبلش فيه رمادة بعد ما حاسم أمره فيه فريق ممانع فيه فريق معارض أنتو من ضمن الفريق يلي قدم تنازلات واستبدأ المرشح بمرشح آخر بنيت أنه يقدر يوصل إلى تفاهم تعمل نشتغل مع بعض لكن مين يلي أنتو أخذتوا شيء إملاقات من الخارج بتغيير مرشحكم؟ أبدا طيب كتير مني لكن أنتو قمتوا بمبادرة مين لكان الفريق الآخر يلي بعده ناطر الإملاقات؟ ليش ما منسمي الأمور بأسماء؟ أنا مش عم بوهرم بنتسمية الأمور بأسماء أنا عم حاول بس فرجي أنه هناك أصول للتحاور فيها بدي يكون فيها تكافؤ للفرص بإبداء الرأي صح؟ وحضرتك قلت أنه إذا بعده حدا متمسك يفركة وحدا تاني أنه كيف هيك بدها تصير؟ يعني نحنا لازم نرجع للعقل والمنطق وما تم ليه علينا أصول أنه نشتغل على حل النزاعات بين بعضنا لأنه إذا بقينا نحنا ناطرين عم نسمي الأصول حضرتك سميتهم بكل وضوح وأنا مش هرباني من تسميتهم بكل وضوح أنا كل الفكرة يلي عم بقولها ما زل نحنا عارفين كل المكونات ومواقفها هذه المكونات أنا أدعو كما غيري يدعو أنه تعو يا جماعة نقعد ونحكي كل هايدي التفاصيل على طاولة مستديرة بتخلينا عن جد نحكي لبناني ومش ننطر المواقف الدولية لأنه في تخلي صراحة أنه نجي نعمل يعني برأيك توصيف الأزمة با ما تحدد ما أنه موضوع رئاس جمهورية عم بيطلطوا خلف هيدا الموضوع لا أهداف أخرى صحيح؟ أنا يلي هلع بالملف الرئاسي يلي عم بتفرج هايك عم يسوك شو عم بيصير؟ بالملف الرئاسي نحنا كالقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي اشتراكي ولا مرة إلا ما كنا من دعاية إنه كل واحد يقدم شوية تنازل ونجي نقعد تنتفق لأنه ما بيسويعنا كتير فراغات لأنه هيدا الفراغ عم بيأثر وعم بيلحقوا فراغات أخرى كمان عم بتأثر في من عمولها مقصودة وهل منطق تنوصل إلى تعديل بالصيغة طيب إذا نحنا سنقاوم تعديل الصيغة إذا ما كانت مناسبة لها والوجود طبع لبنانيا اللي نحنا بلشنا فيه الحديث ما نحنا لازم يكون عم نشتغل تنحكي مع بعضنا أكتر تنطر تنطر طريق لحتى نقدر نشتغل فيه كلنا سواء نوصل لهدف واحد وهون منرجع للسؤال الأساسي هل كلنا عنا نفس لبنانيا اللي نحنا عم نشتغل عليه اللي بدنا يقوم اللي بدنا يكون موجود إذا حضرتك حطيت هيدا السؤال بهيدا الطريقة كرمل هيك ما فينا إلا ما نلتقي لأنه هيدا الطريق وهذه الجغرافيا ما في حدا يمحيون وما بدنا حدا يمحيون لبنان موجود بكل مقوماته لبنان موجود بكل ناسه معه سلاح ولا ما معه سلاح مش قاعد بأرضه وببيته ما عنا نحنا نفس البلد اللي عم نعيش فيه تحت نفس السماء وبنفس الهواء اللي عم نتنفسه بدنا نحافظ عليه بس قليتنا كلنا أن نحافظ عليه مع محافظة على هذه الصيغة انتوا مع لبنان اللي هو اليوم هيك لبنان نحنا اللي نحنا معه هو لبنان الرسالة اللي عبروا عنه كل البابوات وكل الناس بصيغة الموجودة بطريقة الإدارة نحنا مع يكون في عنا تصحيح شامل لكل الإدارات لحتى نطلع من يلي نحنا موجود فيه لأنه نحنا بترهه الإداري مهول نحنا ما في شي ماشي نحنا شو ناطرين لحتى نقدر نشتغل وعفكرة يلي لازم يكون على مستوى الإدارة يحكمه العلم والتطور يلي صاير نحنا ما خاصنا ونحنا ما خاصنا نحنا إذا نحنا بنانا نتخنق بالسياسي لازم نتخنق على شو هي أفضل طريقة لحتى نتقدم ونتطور بالخدمات حتى نتقدم ونتطور بالإدارة العامة يلي نحنا لازم نشتغل عليها ما هال مشكلة لأنه نحنا عنا كتير شغل بحاجة فيه البلد كتير سياسة بحاجة فيه لأيلا البلد سياسات اجتماعية سياسات إدارية سياسات خدماتية لحتى نقدر نطلع من يلي فيه وعن نتخبط بمحل تاني وهذا المحل التاني يلي بنرجع منقول هل لبنان موجود؟ نعم بدنا إياه كيف نحنا بدنا إياه بدنا نتفق كلنا سوى نعملوا أفضل بلد بالعلم والتطور يلي نحنا بدنا لبنان ونحنا مع الحوار لكل الناس تلتقي وتقرر ما عاش فينا بقى البلد من هار الطائف لو صارت الطائف كنا خلصنا من المرحلة اللي قبل ما هي المعويقات لشنا طبقنا لحتى نعمل تقييم ونشوف إذا في شي بده تحسين ولا لا ما هي الشغلة بتصير أنك أنت بيكون عندك سياسي أو دستور يلي نحنا عم نشتغل عليه خلينا نطبقه نعطي وقت لما فعيله على الأرض هل هو لمصلحة الناس ولا لا ساعتها بتعمل أنت تقييم وبتشوف بالمراجعات شو يلي بده تحسين بس إذا نحنا منقعد من تقول هذا مش منيح وهذا مش منيح ونحنا مش مطبقينه طب كيف بدي أعرف أي أحسن وقت اللي صار فيه تغيير للمنهاج التربوي يلي كان معمول فيه من فرنسا من سنة 63 أخد خمسين سنة تطبيق تنشوف إذا بيناسب ولا مش بيناسب صح لحتى نعرف شو اليوم صارت على 30 سنة طب خلينا نعطي فرصة 30 سنة من دون تطبيق خلينا نعطي فرصة للتطبيق لحتى نشوف وين فيه ثغرات لأنك أنت ما بتغير كيان وما بتغير دستور بس لأنه أنت مش عاش بك قبل ما تطبق ما نحنا وصلنا للطائف وعبلنا من وراء سلام سلام داخلي نائبة رئيس الحزب التقدم الاشتراكي الدكتورة حبوبة عون إذا حزب الله قال نقلت وكالة الأنباء الكويتي أنه بحاجة حزب الله إما لتعديل بالطائف إما لدوحة جديدة بتكرس الدوحة السيبة هيدا كلام كيف تقري أو كيف بتفسري لماذا دائما نهرب إلى قصص خارجية قبل ما نحنا نخطي خطوة داخلية لحتى نتفهم مبعدك عم تقولي فيه إملاقات خارجية وفيه إرثمات خارجية بس لماذا هذا السؤال الآل لمين يوم هذا السؤال بتواجهي لكل الناس لكل الناس يومي مش قادرين مش قادرين أنه نلتقوا على طاولة حوار إذا أنا وإياك ملتقيين وغيرنا كثير عم بيحكي نفس الحديث وملتقيين بس فيه أصحاب القرار إذا هني فعلا يهتمون لأمور لبنان وشعب لبنان قبل ما نوصل إنه نحكي بدنا دوحة وبدنا طائف جديد ردتيلي لنقطة السفر أي حوار بعد ما وصلنا لمحال لحتى نقدر نصلع من هيدا النقطة دكتورة حبوبة أي حوار أول شي نحنا بدنا نجتمع لا يكون في عنا توافق على ميزات والشخص يلي بده يجي وبس تنتفق على هذه المواصفات بنكون قطعنا أول مرحلة بنصير بعدين بمرحلة إنه نتفق على إنه ننزل على مجلس النواب ساعتها فيه ميو فيديو بحوار ساعتها فيه دولة ساعتها فيه تركيبة لماذا تربطه؟ رح لكيها صراحة اليوم متهم فريق الممانعة عم بكرس أساليب غير دستورية لضرب الدستور لنوصل لمرحلة كل العالم تطيح بالطائف اليوم عم بكرس موضوع الحوار تيلغي موضوع الانتخابات بالبلد بدوا يثبت مبدأ الحوار قبل كل انتخاب لرئيس الجمهورية اليوم هيدا يلي عم بتحاربوا المعارضة ليش حضرتكم اليوم مش عم تقفوا مع المعارضة بهيدا المبدأ ليش ما هم بتطلوا بتطبيق الدستور متل ما هو اليوم شو اللي بيمنع نلتزم بالنصوص الدستورية هل موجود كلمة حوار بالدستور اذا بتلاحظ حضرتك انو نحنا من اول الناس يلي داعينا يلي قدمنا مرشحين ودعمنا مرشحين مضبوط يعني نحنا مشينا بهيدا الخط ووصلنا لحاقت مسدود متل ما كل البلد وصل لحاقت مسدود اوكي اذا نحنا ما قدرنا ضمن القطر الدستورية نوصل وصار في كتير محاولات وصار في كتير مت ما بيقولوا تخوين ومش تخوين وانت مع مين وانت ضد مين انو شو هالحديث يلي هو ما بيقدم ولا بيأخر نحنا بما انو شفنا في هذه المعويقات انت بدك تعمل حوار لتذلل هذه المعويقات مش لتغليد دستور وتعمل دستور تب بس كنا عم بدرب الدستور مش عم بدرب الدستور انا بدي الدستور يدلو ماشو انا مقلتلك من شوية واذا هيدا بيصير عرف مين بتحمل مسؤولية بل نحنا لازم نتعلم الدرس حتى هيدا ما يصير عرف وهيدا اللي بلشنا نحكي فيه نحنا ولا مرة تعلمنا الدرس لحتى نحنا نغير مثل ما حضرتك عم بتقول او هيدا الاسرار لحتى اكسب اكتر مكاسب طائفية ما هيدا نحنا كلنا ما بدنا نحنا بدنا البلد وبدنا الدستور وبدنا انتخبات حسا وفق الاصول الدستورية بدنا دولي بدنا نزام اذا مش كلنا سوى لتأينا مع بعضنا وقررنا واشتغلنا لتحقيق هدف انه بدنا دولي وبدنا نزام رح ندلنا بهيدا التخبط والمستفيدين من هيدا التخبط بعضهم هين عم يستفيدوا والبلد بعضهم عم ينهار فاذا نحنا لازم نحس كلنا سوى بالمسئولية وتعوا يا جماعة نتفق تعوا يا جماعة نلتقي مش ضروري يكون نحنا عنا نفس بس اليوم هواجس المعارضة اليوم ما بتلاقيها حضرتك منطقية اذا نحنا جينا من خليها نسمع المعارضة اليوم شو عم بتقول عم بتنضرب الدستور حتى مش بس المعارضة رح نقلك بيان الخماسية بتاع الى العودة الى الالتزام بالنصوص الدستورية يعني صرنا فترة نحنا خارجين عن هيدا عن هذه الوصوص ونحنا مع الدستور ونحنا مع الأصول الدستورية بكل الأعمال يلي نحنا بدنا إياها وإذا في ناس مش مع الدستور نحنا عم نقول يا جماعة تعوا نحكي تعوا نتفق لحتى تدلوا الدستور هو المرجع هو الأساس لأنه نحنا ما بدنا انهيار البلد بعد في الدستور للأسف صار وجهة نظر عند الكل نحنا ما بدنا هيدا الموضوع نحنا بدنا قيام لبنان على أسس سليمة محترمين كل القوانين وعاملين بالدستور يلي هو يحكم كل التفاصيل يلي نحنا هلأ عم نسعى لأكيد هيدا النقاش يعني مثل ما بيقولوا أوقات نحنا منكتر حكي وما منوصل لمحال لأ أكيد بيكون في عنا أبواب تواصل لحتى نقدر نكسر الجمود أهم شي إذا أنا بقيت على فكرت وإنت بقيت على فكرتك وما رجينا تحوارنا وما رجينا لتقينا بنص الطريق حنزيد الجمود حنزيد تهديم بالدستور يوم مين مسؤولة عن زيادة الجمود كلنا سوا مع بعضنا دكتورة حبوبة ما بعدكم ما بعدكم أنتو والمعارضة عمي خطوة باتجاه الحلحلة ولازم ندلنا نعمل خطوات هيدا الفريق جمهوركم اليوم بحسوا حالهم أنه هن صاروا مستضعفين بها البلد أنه هن مكسورين دايما هن بدي قدموا تنازلات والتقديمات أنا شخصيا ما برضاها أنا إذا فريق السياسة الجمهور الواعي الجمهور الواعي بيحكم والتاريخ ما بيرحم الجمهور الواعي حيشوف كيف كانت الأمور عم بتصير من هو المعطل ومن هو المحاول لحتى نقدر نوصل بس نحنا بس ما نفاجر بيكل مال التاجر وهيك صايرة بالبلد نحنا بدنا ندلنا ندعي للحوار بدنا ندلنا ندعي لقوني بنص الطريق لأنه ما بيسوى نوصل أنه نقصر الجرة ونخربة كل شي قائم بلبنان وكل شي هو مكونات وجود لبنان الجمهور واعي الجمهور عنده طموحات أكبر منا لكلنا ونحنا بنعرف قداش وطننا يذخر بكل الموارد الأوية البشرية للأسف هم بيطيروها نحنا نحنا بننا نشتغل حتى نحب منها ونشتغل حتى نسمعها لأنه بكل الأطراف وبكل الطواقف وبكل الأحزاب في ناس بتسمع بتعطي رأي ونحنا لازم نسمع وناخد هيدا الرأي أكيد مننا عم بيحكي إنشا أو نظريات عم بيحكي من واقع أليم نحنا عم منعيشه نحنا قادرين وجمهورنا إذا هو قرر بيربحنا من هيدا الواقع الحوار طار إن شاء الله إنه لأ بندلنا نحاول رح ننطار الحوار عمليا يعني مثل ما عم نشوفه إنه ما في لقاءات بس إنه إن شاء الله إنه يكون في أبواب حكي نحنا من جهتنا أنا بعرف كتير منيح إنه كحزب وكليقاء ديمقراطي قنوات الاتصال مفتوحة مع كل الناس لحتى ما نوصل لحائط مسدود أكتر من اللي إحنا فيه لأنه البلد عم بيغرق ما هي المشكلة إنه البلد عم بيغرق بانتظار شو؟ بانتظار الحلحلي لحتى نحنا مع بعضنا نقدم اقتراحات ممكن نتأسس لأنه نوصل يعني حادث تكتدع على المعارضة إنه كمان تجع تتنازل وتروح تفاوض الفريق الممانع بشروطه هو من دون أي تناجع لورا من ظل التهديدات اللي عم تطلع من قبل يعني المشايخ لدى حزب الله من قبل المسؤولين السياسيين عند حزب الله العبق اليوم صارت المعارضة بيطلع شايخ بيقول المعارضة عبق صارت عليهم يعني أنه على الدولة كل هيدا الحديث شو هيدا الحديث للسعلاقي تكبر الفوقية نحنا بنشوف حديث هالأدي في تشدد وهالأدي في تكبر وفوقية ونحنا من ميلتنا عملنا حديث فيه تكبر واستعلاق وفوقية كيف نحنا فينا أنا معمول أنا مش عم بدعي لنفس الطريقة برجع بإلك الناس شايفة والناس بتحكم وناس بتعرف القيادة الحكيمة هلأ يلي نحنا بدنا إياها بهيدا الوقت أكيد القدرة على استيعاب كل هيدا بتعرف يعني كمان بيقولوا إذا أردنا أنتطاع أطلب المستطاع ونحنا ملنا طبابية ونزلين وكل هؤلاء بعرفوني كتير منيح بس نحنا عم نحكي مصلحة بلد إذا نحنا ما كان عنا قدرة على استيعاب الكلام تبع الإعلام ونحاوله بمكان ما نستفيد تعرفش نحنا وقتها مندرس نعمل مواطن القوة ومواطن الضعف والمهددات وفرص النجاح منحط كل هيدا التفاصيل قدامنا على الورقة والقلم تنشوف شو هو المخرج يلي بيقدر يحول كل هالسلبيات اللي نحنا عايشين فيها لإيجابيات صح؟ نحنا لازم يكون نتعلمنا إنه في عنا كلام بالإعلام كتير قوي وفي عنا كمان جمهور ومشاعر جمهور وناس وعنا بلد عم بينهار طب فأنت قل لي بهذه المعادلة شو الأفضل ينعمل لحتى كلنا سوى نتفق إعلان ونعمل بس ما أنا رح زيد عليكي بهذه المعادلة أخذوا ثلاثة رباعة البلد ومشيين بلد مثل ما هلي بدون لماذا نحنا بدنا بها المعادلة بها الطريقة نحنا لازم على طول ندلنا حاطين وجهات نظرنا قدام بالمنطق يلي بيحكم مثما بيقولوا المنطق الأقوى المدعم بإحترام الدستور والقوانين وحقوق الناس وحقوق الناس لأنه أنا ما فيني كمان هدم أكتر إذا أنا عم شوف هالقدة في تعنط إذا هالقدة في عندي مطارح بدي أنا احترم إن أنا في بلد وفي ناس منهارين في نظام منهار في إدارات مش شغالة في عام دراسة مش عم بيبلش بدنا بدنا طاقة بدنا طاقة للحل فإذا بدنا طريق نقدر في كلنا سوا نلتقي من دون ما يكون في عنا هالضوضاء الإعلامية يلي بتخلينا عن جد أنه بعد شوية نفقد كل أملنا بالبلد المبادرات اليوم شو رأيك فيها اللي عم بتصير هال المبادرة الفرنسية انتهيت هل المبادرة القطرية ستحل مكان الفرنسية وبرأيك أنت يعني هيختلف شيء بموضوع المبادرات يعني بين القطرية والفرنسية هلأ أكيد بيكون فيه اتفاق بين بعضون وما بعتقد فيه يعني يعني بتعتدف بعتقد أنه فيه تنسيق لحتى نقدر نوصل من وجهة النظر العالمي والمحلية لتوافق محدد لتوافق معين الكلام اللي بيطلع بالإعلام كلنا عم نقرأ وكلنا عم نسمعه وفيه موفد بدو يجي انتظار أنه الموفد الفرنسي يرجع القطري عم بيتحرك عم بيتحرك عم بيتحرك يمكن شوي مش بالإعلام بس أكيد عم بيكون فيه تقريب لوجهات النظر لنوصل لمبادرة إن شاء الله تكون لمصلحات بس كمين الخميسية بوجهة في إيران هل تدعي لحوار يضم الإيرانية مع الخميسية تنوصل لحال تعرف هون رجعتني لشي كتير مهم بلشنا فيه بالحديث ماذا لبنان موجود ولبنان كتير حلو وكلنا عم ندخينا إعلام مين بدو ياخدو مين بدو ينهيلو هيدا الوجود يلي فيه إذا منتطلع على كل المعادلة الدولية يلي هي عم بتصير لوما نحنا صار عنا ثروات كان حدا نتطلع فينا لوما نحنا شعب هو بالأساس ثروة بس هو ما حدا يطلع فينا المشكلة فإذن نحنا هيدا الدرس يلي بناتعلمه من التاريخ يا جماعة شوفوا كيف بدنا نحافظ على وجودنا والمقدرات الطبيعية اللي هيا الله عطاها وزعها على كل العالم لحتى نكون عن جد شوي عم نتطلع ما نتطلع إنه عندك إيران عندك السعودية أمريكا اللجنة الخماسية كل الناس أولا كل الناس هلقا معطلين أشغيرهم عم بيطلعهم نحنا بلبنا شو سير فينا هل هنا مش فرقلة معهم يعني إخرهمهم صحيح إذا نحنا هل قد إخرهمهم خلينا نحنا نحنا نكون عم نشتغل صحيح أكيد في يعني أنا على طول برجع بقول في نظريات عالمية تحكم هذه الأمور في علم يحكم هذه الأمور إذا أنا بس بدي أتاخد بالضوضاء العالمية والمصالح الخارجية يعني بلا ما أتطلع على العلم وبلا ما أتطلع على الدروس المكتسبة من التاريخ لحتى أنا دلني قاعدة أقول هيدا تنزل هيدا ما تنزل هيدا قدم هيدا أخد هيدا شي لا ما لي أنا بكل صدق ومحبة وقد ما أكون إذا بدك بسيطة بهذا الأبروش بقول للكل بلبنان لبنان ثروة وجودية موجودة عم نشوف إذا فيه اهتمام عالمي فيه لاي هذا الاهتمام إذا فيه محاولات تغيير للوجود وهون ما بدنا نفوت على قصة النزوح من ما بين حقوق الناس حقوق الإنسان وما بين الأمن والأمان يلي بيتمعوا يتمتعوا فيه والخدمات الأساسية اللي بدون يحصلوا علي وما بين تغيير الديموغرافيا لبنان وكل هاي دي القصص لأنه هاي دي قصص كمان وجودية بس نحكي فيها هلا لازم صحيح نحنا لازم ننتبه على وطننا لازم نبادر مع بعضنا الشباب عم بيترك الناس عم بتموت لأنه ما في عندها مصاري كفاية للمستشفى وللدواء المدارس بعد ما فتحت شو عم نعمل شو ناطرين طيب خلينا أنه مع حضرتك على موضوع السويدة سوريا واللاجئين يوم بسوريا بالسويدة تحديدا شو آخر اليوم نتيجة الاحتجاجات هل مازالت هذه الاحتجاجات بنفس الزخم هل رح تأثر على شيء بمستقبل سوريا اليوم كيف تقرؤ هيدا الاحتجاج وخاصة من بعد كلام وليد بيك أنه أكدنا تأييد الحراكة السلمة صحيح وليد بيك كان واضح وصريح أنه هناك حق للشعوب أنه تظهر بطريق سلمي وتقرر مصيرة السويدة في سوريا نحن لن نتدخل نحن لم يكن يدخل فينا ونحن لم يكن نتدخل فيهم هذا شيء واضح جدا بس في عنا شعب يتحرك سلميا من حقه أنه يتحرك سلميا ليرفع الظلم كل ظروف تختلف بس ما اختلف بين 2011 وبين اليوم لا ما هي وقت أنت تتراكم المقاسي بدا الناس تعبر وهذه طريقة تلاقوها مناسبة حتى يعبروا وكل ظرف يحكم حاله وكل تاريخ وسياسي بقلب بلد معين هل مقصومين الدروس بالسويدة لا أعتقد أنه الناس تنقسم وقت اللي بتكون عم بتطالب بحقوقه نرجع هون للتجارب كمان كل الحركات الثوروية اللي بتصير بالعالم بيكون فيها يمكن حراك محدد في ناس بيشوفوها ويحبو ينقزوه بطريقة مختلفة ولكن إذا نحنا عم نحكي عن الحقوق كل العالم عندها نفس الحقوق وكل العالم عم تتظاهر لحتى تطالب بهذه الحقوق رح ترجع برأيك تولع شعلة الثورة بسوريا بوجه هذا النظام يلي رغم كل الفترة اللي صارت يعني رجع نفتح له باب من قبل الدول العربية اليوم رح ترجع السويدة تولع هذه الثورة ويرجع كل شعب مظلوم ومستقبل هذا النظام يعني برأيك نلاقي كل شعب مظلوم بده يدله يحاول لحتى يرفع الظلم عنه كيف تتطور الأمور سياسيا بالمنطقة كمان ما هي مربوطة بكل هالقصص يلي عم بتصير وقد علمتنا التجربة انه انا اذا سكرت نهائيا ما عم بستفيد واذا فتحت دون حسيب ورقيب ما عم بستفيد عم بندر عم بندر فاذا انا لازم اعرف اول شي احترام كل دولة للدولة تبعها وللسيادة ولبنتون التدخل بشؤون الآخرين وتأمين حقوق الناس على انه الناس تكون بواجباتها وهي دي تاريخ عم بيعلمنا كتير قصص من الثورات اللي صارت على المدى التاريخ والاسرار الناس لتحصل على حقوقها نحنا للأسف صرنا نحنا بمنطقة من العالم من كنا بسوريا ومن كنا باللبنان عم نطالب بأدنى الحقوق عم نطالب بالخبز عم نطالب بالصحة عم نطالب بالتعلم عم نطالب بالعمل انه وين احترام حقوق الانسان وبعدين اذا بدكم بس تكون بدعة حقوق الانسان بيحكمها هيدا المحور فإذا نحنا بدنا نكون كتير منتبهين انه نحنا ما فينا بقى نعمل قمع للحريات نحنا ما فينا بقى ناخد الناس بالجملة ما أنا عندي رأي وحضرتك عندك رأي بس في طريقة حضارية ديمقراطية نقدر انه نعبر فيها عن رأينا دون المساس بالآخر مع العلم انه مبارح قرأت ارتيك اللي كتير مهم هل نجحت الديمقراطيات في العالم ام فشلت هذا التغيير سيحكم وما نشوف شو معناتها هل سنبقى على نفس المفهوم ولا لا وبلشنا عم نشوف هيك صحيح بأكبر منحة منحة انحضارة ببعض المناطي صحيح إذا ما نعيد النظر بشوي بس في مين رئيس الحزب التقدم الاشتراكي الدكتورة حبوبة عون ما يحصل بسوريا هو شأن سوري برأيك ولا تدخل اقليمي بسوريا وما ينعكس من سوريا على لبنان هو بنفس الإطار يلي نحن عم نتحمل مسؤوليته يعني في مشروع بالمنطقة عم بيصير هو اللي عم بيقدئ لكل التغيرات اللي عم بيصير هل سوريا اليوم ما يحصل فيها وموضوع اللجوء يلي عم بيأثر على لبنان هو من ضمن مشروع كبير بالمنطقة ولا فقط محصول بموضوع سوريا لك هلا أنا كمواطن لبناني سلمي بقول إن شاء الله أنه يكون الموضوع داخلي محصور خليهم يحصلوا حقوقهم لأنه كل الناس لازم تحصل على حقوق ولازم تعيش بكرامة ببلاده ولكن إذا ما نشوف الصورة الأكبر وإذا كمان ما نشوف نطلع على يعني كمان تدخلات اللي عم بصير بسوريا يعني شو بيقولوا هل هناك نظام جديد شرق أوسط أما التحديدات الجديدة ما فيني نحنا صارنا فترة نقرأ يعني بالصحافة العالمية والصحافة المحلية إنه الشرق الأوسط الجديد وهالأصص يارات يكون الشرق الأوسط الجديد هو الشرق الأوسط اللي عم نشوف فيه تقدم وثور التكنولوجيا وعلم ومناج بسيكون في شي جديد بدي يكون في صراع صحيح؟ طبعا بسيكون في شي جديد حيكون في مقاومة الجديد في مقاومة للتغيير في مقاومة حتى اللي بدي جديد بدي يخذها بالطريقة اللي هو بدي يا صحيح؟ طيب من هون بدي فوت أنا وياك على من يتحمل تهجير السوريين من سوريا إلى لبنان والوضع اللي عم بيسير بردنان هتا نشوف هلا كل إنسان يعني بيترك بيته لأنه مضطر يترك بيته صحيح ما في حدا بيقدر سوريين من سوريا فإذا فيه ناس تهجروا إجوا لعنا نعم هلا نحنا لبنان هلأدي نحنا في عنا وضع في سيء هلأدي في عنا مصادر للخدمات منهارة يعني كانت الكهرباء والماء وكل حوضي فإذا أنا كبلد هلأ إذا بدي أحكي كإنسان واحترام لحقوق الإنسان وقحدا طالب إلا أمان أنا كمن مبدأ حقوق الإنسان لازم نكون نحنا عم نأمن الخدمات الأساسية ونستقبل الناس على مبدأ إنه ناس حين لفترة محددة ورجعين ع بيتهم ويلتزموا بالقوانين ويلتزموا بالقوانين ويقوموا بواجباتهم مثل ما نحنا عم نقوم بواجباتنا أقل له نظريا إنه عم نعمل المطلوب مننا لنقدر ندلنا نحافظ على مكان اللجوء يعني ونحنا هو وطننا هلأ إذا فيه سياسات أكبر من ذلك برجع بقل لك اليوم كل البلد نحنا عم نشوفه عم بيكون كتير سيئة علينا دكتورة حبوبة يعني كل البلد اليوم ما نموافق على الصيغة يلي منتشرين فيها اللاجئين بلبنان منه موافق على طريق الدخول صحيح السوريين على البلد بالوقت يلي إذا حضرتك لمحتي قبل بشواء إلى هل هناك من شرق أوسط جديد وإذا من رأي بسوريا شو فيه منلاقي مطارح يلي عم يكون فيها نزوح أو دخول من الأراضي السورية إلى لبنان هي مناطق تحت سيطرة النظام السوري واحز بأله بهذه المناطق هي اللي عم بتفوت الشباب إلى لبنان ومعروفة شو أكترية الشباب شو طائفة أكترية الشباب اللي عم تفوت إن منها السنة يعني ومنها الفتية يعني شباب عم تفوت بها المنطقة هن اللي عم يفوتوا على لبنان وبيطلع حزب الله بلبنان بيقلك شو عم تعملوا الدولة وشو عم يعملوا المسؤولين بالبلد بموضوع اللاجئين وهذا هيك ما بيصير اليوم هل هناك من الآخر عملية تطهير بالمنطقة عم بيشارك فيها حزب الله بسوريا تطهير بلاشنا نسمع انه في عمليات تشييع بسوريا في عمليات تطهير عم بتصير بسوريا هل حزب الله عم بيمثل تمثالية على الداخل وعم بيشارك بها العملية بسوريا إن شاء الله لا بس اللي عرضتلك اليوم كي بتشوفي اليوم كل النجوء عم بيصير من الحدود يلي فيها حزب الله وفيها السورية صحيح نحنا عم بنشوف إنه في هلأ نحنا في عنا وجهتين نظر تحت واحد يحلل الأمر نعم متل ما قلنا أول الشق يلي هو الشق الإنساني وحقوق الإنساني هيدا ما حدا مختلف وإحنا مقاديين قصتنا للعلا بهيدا وعند الشق التاني يلي حضرتك طرحته سؤال كتير مهم وهيدا كمان سؤال الوجودي هل هناك تغيير ديموكرافي مشغلتنا كالوبينيين نحنا نشوف حقيقة الأمو كرميل هيدا إذا هيدا هو الواقع اللي نحنا عم نشهده وهوني كمان منرجع إنه هل نحنا تعلمنا من الدروس ما نحنا متعلمنا كمان شو صار بالعراق مثلا شو صار بأفغانستان شو صار بمطارح تاني شو صار كيف شو اللي عم بصير بأرمينيا وبأزربيجان وبكل هود حلنا نتعلم الدرس إذا نحنا خايفين على لبنان وعلى وجه لبنان وعلى التوزيع الديموغرافي باللبنان تفضلوا مع العلم أنه حزب الله ما بدوا إياهن هو حقيقة ما بدوا إياهن يبقوا بلبنان بس ما بدوا إياهن يبقوا بسوريا يعني عم يهجرون إلى لبنان ومن لبنان عم يطالب يتهجرون إلى أوروبا وغير دول هذه هي وجهة نظر قرأناها أنا شخصيا بعدين يعني كمان نحن نقرأ يعني كتير شو بيكتبوا المحللين ونقرأ التاريخ كل إنسان لازم عمر بيته بيدياره صح؟ على شرط أنه نحن في لبنان نحن مسؤولين كدولة لبنانية وكناس حريصين على بقاء لبنان أنه نحط الخلافات بهذا الموضوع على الأقل نلتقي لحتى ناخد موقف موحد في وجه كل العالم في وجه كل العالم يعني اليوم شو ليس بيكون ليس يكون في حوار بهذه النقطة ولا شو بس اليوم إذا بتسمع التصريح كل المسؤولين كل الأحزاب الكل يمكن تكون هادي بداية نقطة طلاقي لأنه كل الناس عم بتقول يا جماعة شوفوا شو لازم ينعمل بهذا الموضوع طب ما بدي فعالة اليوم الحكومة لا في المسؤولين على ملف النزوح بلبنان ما مقصومة بهن شرف مظبوط إذا نحن أخدنا متما بيقولوا الستركتور يلي هلأ معمول فيها لنعالجة ملف النزوح علينا كلنا سواء كأحزاب وقوى سياسية وكتال نيابية إنه نرفع الصوت ونعطي الرأي ونتفق بالآخر على رأي واحد يعني نعطي رأي يتم النقاش ونتفق على هذا نحن ما نريده إذا نحن اتفقنا بهذا الموضوع فينا نتفق بكتير مواضيع فينا نجرع على المبدأ يلي عم نحكي فيه إنه بالحوار والتوافق وإذا موصلنا لنتيجة بهذا الموضوع يعني فيه فريق بالداخل هو متورد بهذا الحبرية ونحن مش مبسوطين بالوضع يلي نحن عم نعيشه ولا مبسوطين نحن لوين رايحين واللي بيؤهر أكتر إنه بتطلع التصاريح نحو انهيار أكبر طب ما إذا أنتوا عرفين نحو انهيار أكبر شو عمتون لنقضوا من الانهيار ما حدا عم نهيشه ماذا شايفين خلينا نعرف خلينا نعرف لحتى نقدر على القليل ندلتقى بمحال نائبة رئيس الحزب التقدم الاشتراكي يا دكتورة حبوب عون أنا صررت كتير اليوم بهذه المقابلة شكرا لأيك وأهلا وسهلا فيك شكرا وشكر أيضا للمشاهدين والمستمعين على حسن المتابعة ومن التعاة نحن وإيكم بكرة إذا أردت اشتركوا في القناة